السلام عليكم ومرحبا بكم أعزتي انتهى شهر الصيام أعاده الله علينا وعليكم بكل خير وانتهت معه موجة المسلسلات العارمة التي غزت الشاشات اللي مستغرب بنا صراحة أني لما تفقت كل من حولي من أهل وأصدقاء وجدت أنه ولا واحد تابع أي مسلسل من اللي تنعرض في التلفزيون وان اللي ممكن أعدها طالع شوي هو اللي يخلي التلفزيون شغال على قناة معينة مثل الـ MBC يعني يخليها background للأكتيفتيز حقته وحتى اللي أعرفهم يحبون المسلسلات الخريجية والعربية ما تابعوا شيء في رمضان 2017 ولما سألت عن السبب وجدت أن لا شيء شدهم للمتابعة هل معناها أنه ما أحد تابع شيء؟ أكيد لا لكن على الأقل ما أنا متأكد منه أن كمية المتابعة قلت جدا في المحيط القريب الذي حولي بالنسبة لي شخصيا حدي شفت كم حلقة من سيلفي وكم حلقة من هذا الشيء الخرطي المجمع والممل ولكن بعض المتابعين الأعزاء طلب نقد وتقييم مسلسل اسمه شباب البومب وبصراحة ما قد سمعت فيه أبد قبل ذلك مثل ما يعرف البعض فأنا فاقد الأمل من المسلسلات الخريجية من سنين ولاني حولها واهتمامي منصب بالمادة الفنية الدسمة من أفلام ومسلسلات أنيمي ولايف أكشن على أي حال قمت بمتابعة أربعة حلقات لهذا المسلسل قضية السينما وقضية الابتعاث للخارج وقضية البخل وقضية الطاقية السحرية سوف تشاهدون الآن إن شاء الله نقد وتقييم للمسلسل بناء على الأربع حلقات فحياكم الله أعزتي في كوكبها 612 تتمحور القصة حول شلة من الشباب بحيث نشاهد في كل حلقة قضية معينة تمس المجتمع السعودي بشكل مباشر وكيفية تعاطي هذه الشخصيات مع تلك القضية قضايا الحلقات مستقلة عن بعضها في التأثير الدائم على تركيب الشخصيات يعني كأننا نشاهد برنامج اجتماعي مثل طاش ماطاش وسيلفي لكن الفرق إن الشخصيات الرئيسية دائمة التواجد هناك جرأة واضحة في عرض الأفكار وطريقة التعقيب عليها ومن خلال الأربع حلقات وجدت إن الأفكار الأولية جيدة جدا وأن ما يبنى عليها من سكريبت مبدئي أيضا جيد لكن الضياع يكمن في المستوى الثالث من الكتابة الفنية للسكريبت والتي تتضمن الحوار فأجد إنه يميل إلى الضعف هدفه أنه يصنع كوميديا لكنها فعلا ضعيفة أحيانا إذا قمت تعصر وجهك أثناء المشاهدة يمكن تطلع بنصف ضحكة يعاني السكريبت أيضا من عدم اتزان في إعطاء تراكيب الأفكار حقها من وقت أحيانا تصير ممغطة وأحيانا مختصرة بزيادة ولكن أجد له لمسة جيدة في نهاية كل حلقة وإن كان الإخراج لا يسندها بشكل كافي بالنسبة للإخراج فهو مليء بالنقوص الفنية مشاكل الإضاءة والهندسة الصوتية تملأ أرجاء الحلقات أحيانا أجد جودة في زوايا الكاميرا لبعض المشاهد وأحيانا جدا متواضعة هذا التذبذب في جودة الإخراج يدل على ضعف الإدارة العامة لمشروع المسلسل والتي لم تتح للمخرج أن يتفنن بما يكفي الأماكن غير متناسقة مع واقع السكريبت وهذا يدل إما على المحدودية المالية أو فقر في علوم هندسة الأماكن وتهيئتها للتصوير وأنا أرجح السبب الثاني التمثيل متواضع مجملا ولا أجد أحد تميز بشيء يستحق التنوي خلاصة ليتهم سموا مسلسل شباب البومب طاش مطاش جونير وسيلفي النصاب ليت اسمه نيو طاش مطاش كلهم واضح أثر طاش مطاش عليهم ولكن كلهم يفتقرون إلى إخراج فذ ممتاز مثل اللي كان يقدمه عبدالخالق الغانم كثير من الناس تحسب السر العظيم في امتياز طاش مطاش يكمن في الثناء القصبي والسدحان ولكني أعتقد أن المخرج عبدالخالق الغانم كان له الدور الأكبر في صناعة ذاك الامتياز على أي حال نرجع لشباب البومب أجده رغم تواضع مستواه الفني وضاعف عنصر الكوميديا الذي تبناه إلا أن مواضيع حلقاته شيقة وبعض الأفكار التي يطرحها والحلول ممتع متابعتها نوعا ما توجد بعض الرسائل المبطنة في استخدام العنصر النسائي والتي تعكس صورة غير متكاملة بالمجتمع السعودي متعمد تسليط الضوء فيها على فئة تميل إلى الانفتاح الزائد أود التنويه أعزتي أن التقييم هنا يعتمد على الأربع حلقات بشكل كامل بالتالي أعده تقييم تقريبي لمستوى المسلسل فقد يكون المسلسل أقل بقليل من كذا أو أعلى بقليل من كذا أنا عادة أتابع العمل كامل كي أقوم بتقييمه ضميري مرتاح لكن صراحة صعب جدا أتابع هذا المسلسل بالكامل خصوصا في هذا الزمن اللي تقدر في أي لحظة تشاهد أنمي رائع أو فيلم لايف أكشن سواء في كنف مملكتك الخاصة أو في أي مكان من خلال هاتفك الذكي دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى لقاء قريب إن شاء الله